من جهة أشهد رئيس جامعة سامراء الأستاذ الدكتور صباح اللاوي بتواصل محافظ صلاح الدين مع الجامعة بالشكل الذي يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل دقيق بأفضل المواصفات وبما يخدم أهل سامراء والمحافظة كانت زيارة سيد المحافظة اليوم لأكثر من مسألة وكانت تجاوب وتعاون واضح وهذا التعاون الحقيقي ليس وليد الصدفة أو وليد اليوم نحن خاطبنا سيد المحافظ قبل مدة على موضوع مركز معالجة مجاري سامراء الذي نرى فيه أضرارا بالجامعة وحقيقة لكونهم مسألتين الجانب الإنساني والاجتماعي وبالأصل الدكتور عمار هو مهندس ويعني له رؤية في هذا الأمور فكانت متجاوبا جدا كان يعني متجاوبا في هذا الموضوع وكذلك تطرقنا لموضوع مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية الحقيقة نحن الجامعة والمحافظة مكملة لبعضهم البعض مستعدون حقيقة للتعاون بشكل كامل مع سيد المحافظة في كل الجوانب التي تعلق سواء في مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية أو فيما يتعلق بأي نشاط آخر داخل سامراء أو داخل المحافظة ترجمة نانسي قنقر